مرحبا تلاميذ الصف الثالث شوان كمش اخباركم دلتنا لهذا اليوم تعبير الكتابي فصل الخريف التعبير الكتابي لازم احنا نكتب العنوان بنص الورقة فصل الخريف هذا عنوان التعبير هنا نقول فصل الخريف هنا عندنا التعبير خليلي ارقام بس ارقام غير متسلسلة انا بالتعبير الكتابي امسح الارقام امسح الارقام ما اكتبهم واكتب السطر الاول اترك مجال كلمتين بمقدار كلمتين مجال واكتب النقطة الاولى من نعبتي فصل الخريف جميل تكثر فيه الغيوم وتهب الرياح الخفيفة وتصفر الاوراق الاشجار انا عندنا خلصنا النقطة الاولى ننتقل الى النقطة الثانية بدون ما اكتب الارقام اخلي فارزه يميل الجو الى البرودة والهواء اللطيف ويبعث على النشاط خلصت اخلي فارزه اكتب النقطة الثالثة تسقط فيه امطار خفيفة ويكون الجو جميل خلصت اخلي فارزه اكتب رقم اربعة يبدأ فصل الخريف في شهر ايلول ومدته ثلاثة اشهر بدون ما اكتب رقم اخلي فارزه اكتب نرى فيه اوراق الاشجار تغطي الارض والتراب والتراب رطبين اهنا خلصنا الانشاء نهاية الانشاء اخلي نقطة دلالة على اني خلصت الانشاء وحصت درجة كاملة بالانشاء اشتركوا في القناة